تعالى نرجع للمسلسل يلا بينا مشاهد الأكشن كانت كتيرة هل دي بتتكتب لأحمد العوضي مخصوص؟ يعني أنت بتبقى وهل أنت بتبقى ديزاينينج المشهد معاهم برضو علشان أنت ليك قدرات بوكسية غير قدرات ولا ليك في الكونج فو والكلام ده؟ في كل حاجة كله؟ والنبي؟ في كل حاجة لا إيه؟ لحضرتك الزكتة هلا والله إذا كنت ها يعني أنا موافقة لأي حاجة هتحملها لا أظهرش والله أي حاجة أنا مسهل وهو أنا لابس البادلة وهتحسس إن إيدك ماشي هل أنت بتصمم المشهد يعني تقول مثلا ده أنا هستعمل فيه ستايل الفلاني هنا هيبقى بوكس بس هنا هيبقى مش عارف إيه بس يعني هو بيبقى معايا محمود طحون ده الأكشن ديركتور فهو محمود دايما اللي يبقى معايا في الأكشن أول ما شابت الكتب لأحمد العوضي ده حقيق هو بيبقى عارف أنه معا مثلا الممثل عنده قدرات معينة في الأكشن بيتختلف من شخصية لشخصية يعني مثلا جابر الكوماندا ما كانش بيدرب البوكس لأنه ما ينفعش يبقى ملاكم آه فممكن يبقى أنا عندي قدرات ما أعرفش تطلعها في كاراكتر آه مش تبقى منطقية يعني هنفعش يطلع عمال مثلا حاجات في الهوى آه بالحاجات دي راجل الجامع السعيد درب الفطري درب فطري آه فبيبقى هنا محمود هو اللي بيصمم الكاراكتر ده يضرب إزاي آه لكن الأكشن آه بيبقى معمول العواطي آه عشان أنا كمان ما عنديش ما بيبقاش لي هستانت ما بيبقاش لي هلحاجات دي ما اشتغلتش بستانت أبدا لا لا عمر ولا في أي حاجة ولا في اللي فات ولا اي حاجة ولا في اللي فات ولا في ده ولا في الاختيار ولا في أي حاجة لا لا انت دخل فيلم اكشن بس بوكس برضو بس ده بطل اه ده المفروض نهو بطل بطل ام اي بطل لعب قتلية مختلطة وبيتطور نهو يبقى بطل عالم اسمه البولدوزر يعني يعني مشهد مثلا الموتوسيكل وانت بتهرب من نهو ده عملتو ازاي مشهد الموتوسيكل اصلا هو نجاري بجري وهم بيجروا وراي بضربوا علي نار في ناس ساعتها افشتني يعني لو هوا ما بيتصابش يعني لان المسافة قريبة ايوه ده كان تعليق بعض الناس المعقولة كل ضرب النار ده عليه ما بيجيش فيه هو لا وما كانش فيه خطورة يعني هو مشهد الموتوسيكل بنزلي كانش فيه خطورة لانه نساء الموتوسيكل وهم بيجروا وراه لحد ما بيهرب منه بيجيش فيه مشهد الخطرة اللي اللي